الجملة الآن في الزمن المضارع البسيط هي تصف وضعا عاما لكن ماذا لو أن أنا تتحدث عن وضع قائم حاليا لنغير الجملة إلى زمن المضارع المستمر present continuous لتصبح الطقس يتغير الآن The weather is changing now كما تعلم يجب إضافة فعل يكون verb to be لأي جملة في المضارع المستمر وقد استخدمنا هنا is لأننا نتحدث عن شيء مفرد ثم أضفنا ing إلى نهاية الفعل بعد أن حذفنا منه ال-s The weather is changing now The weather changes often The weather changes often حاول الآن أن تغير الجملة إلى الماضي المستمر past continuous past continuous فكأنها قالت كان الطقس يتغير كثيرا The weather was changing often The weather was changing often every day every day I check the forecast every day I check the forecast هذه الجملة في المضارع البسيط بدليل عبارة every day لكن ماذا لو أن أنا تتحقق من حالة الطقس الآن إذن ستكون الجملة في المضارع المستمر لتصبح أنا أتحقق من حالة الطقس الآن I am checking the forecast now كما فعلنا سابقا أتينا بالفعل المساعد am وأضفنا ing للفعل الأساسي وقد أتينا بam وليس is لأن الضمير هنا هو i I am checking the forecast now Every day I check the forecast Every day I check the forecast ماذا لو كانت تتحقق من حالة الطقس ودخلت عليها صديقتها فسألت عن ماذا كانت تعمل ستجيب باستخدام زمن الماضي المستمر كانت تقوم بشيء قبل دقائق ستقول حينها كنت أتحقق من توقعات الطقس ستقوم بشيء قبل دقائق I was checking the forecast بدلا من is وام نستخدم was في الماضي المستمر غيرنا هذه الجملة إلى المضارع المستمر والماضي المستمر لم يبق إلا أن تتحول إلى المستقبل المستمر أي حين تسألها صديقتها عن العمل الذي ستكون بإزائه في الغد الساعة كذا وكذا حينها قد تجيب أنا وتقول سوف أتحقق من توقعات الطقس سأكون بإزائه التحقق من حالة الطقس I will be checking the forecast ما يتغير في هذا الزمن عن سابقيه هو أننا نضيف will إلى الجملة وأننا نأتي بالفعل المساعد يكون بشكله الأساسي I will be checking the forecast Is it windy today؟ غير السؤال إلى الماضي ليصبح هل كان الجو عاصفاً بالأمس؟ Was it windy yesterday؟ فقط غيرنا is إلى was Was it windy yesterday؟ Is it windy today؟ Is it windy today؟ لنغير هذا السؤال إلى المستقبل البسيط ليصبح هل سيكون الجو عاصفاً غداً؟ Will it be windy tomorrow؟ الفعل المساعد will معناه سوفاً لكن حين يأتي في بداية الجملة يصبح بمعنى هل سوفاً كما أننا أضفنا فعل يكون بشكله الأساسي B. Will it be windy tomorrow؟